في اليوم آخر تدورات في الملف الروسي الأوكراني حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون خلال مكالمتهما الهاتفية إن الغربة تجاهل مطالب موسكو الأمنية من أجل خفض التوتر بين الجانبين بشأن مسألتي أوكرانيا والحلف الأطلسي بحسب ما أفاد الكريملين إلى ذلك قالت باريس إن بوتين هو من يحدد ما إذا كان يريد المواجهة أو التشاور بشأن الأزمة الأوكرانية في سياقنا متصل قالت صحيفة وولد ستريت جورنال إن خطط إدارة بايدل لفرض عقوبات على موسكو إذا ما اجتاحت أوكرانيا تستهدف بنوكا وشركات وعمليات التوريد من روسيا البيت الأبيض الأميركي في مواجهة تزداد حدة مع الغريم التقليدي الكريملين الروسي الأخير متهم بحجد قواته العسكرية بهدف الانقضاض على هذه البلاد إنها أوكرانيا التي يقف خلفها الغرب اليوم بزعامة الولايات المتحدة داعما في هذا النزاع مواجهة تستخدم فيها واشنطن أسلحة شتى منها العقوبات والطاقة والدبلوماسية دبلوماسيا تطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة علنية بشأن الأزمة الأوكرانية فالتحركات العسكرية الروسية تهديد للأمن والسلم الدوليين تقول السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يؤكد الرئيس الأمريكي لنظره الأوكراني أن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون حازما إن أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا موسكو تنفي ذلك المفاوضات بين موسكو وواشنطن وحلف النيتو بشأن الضمانات الأمنية لم تنتهي بعد وأن النقاط البناء في الرد الغربي على مبادرة الضمانات الأمنية تعتمد على اقتراحات روسية سابقة ولو كان الأمر متعلقا بروسيا فلن تكون هناك حرب ولكن لن نسمح بالاعتداء على مصالحنا إلا أن مخاوف الغزو تتصاعد مع وصول مزيد من التعزيزات العسكرية الروسية إلى الحدود الأوكرانية بحسب المتحدة باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي يتحدث كيربي عن إرسال قوات أمريكية لتعزيز الجناح الشرقي لحلف النيتو وبموازاة هذا الحراك لا يغيب سلاح الطاقة لكبح جماح موسكو هو خط الغاز نورد ستريم 2 الرابط بين روسيا وألمانيا سلاح ذو حدين مثير للجدل إلا أن واشنطن تهدد بوقفه نحن نواصل نقاشاتنا القوية جدا والواضحة للغاية مع حلفائنا الألمان وأودت اليوم أن أكون واضحة معكم إذا غزت روسيا أوكرانيا فبطريقة أو بأخرى لن يمضي نورد ستريم 2 قدما أزمة متصاعدة ترمي موسكو كرة حلها في ساحة الغرب تريد منه ضمانات لأمنها في ظل سعي جارتها كييف للانضمام لحلف النيتو بينما يرى الغرب أن عضوية الحلف شأن تقرره الدول المنضوية تحت لوائه وليست تهديدات الروسية أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسية يانس تولنبرغ أن نيتو يسعى بجدية لحل سياسي سلمي بشأن الأزمة الأوكرانية لكنه مستعد للرد العسكري في حال اختارت روسيا المواجهة المسلحة من جانب الناتو نحن مستعدون لإنخراط في حوار سياسي ولكننا أيضا على استعداد للرد إذا اختارت روسيا النزاع مسلحة أو مواجهة فنحن مستعدون لكل الخيارين في الجانب المقابل قال الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو إن بلاده ستحارب إلى جانب روسيا إذا تعرضت إلى هجوم مباشر كما لفت إلى أن مئات الآلاف من الجنود الروس سيأتون إلى بلا روسيا للدفاع عنها إن هي تعرضت لأي عدوان الحالة التي يمكن أن تؤدي إلى حرب قد تشارك فيها بلا روسيا هي إذا تعرض حليفنا الاتحاد الروسي لهجوم مباشر أيضا إذا واجهت بلادنا عدوانا فسيكون هناك مئات الآلاف من القوات الروسية هنا للقتال من أجل هذه الأرض إلى جانب مئات الآلاف من البيلاروسيين قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما يعملان بشكل مشترك من أجل إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي بشكل مستمر وجاء في بيان أمريكي أوروبي مشترك أنه سيتم تزويد الاتحاد الأوروبي من مصادر متنوعة في جميع أنحاء العالم لتجنب صدمات الإمداد بما في ذلك تلك التي قد تنجم عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا وأكد البيان أن واشنطن وبروكسل ملتزمتان معا بشكل وثيق للتغلب على التحديات المتعلقة بأمن الإمدادات وارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة لا توحي شوارع العاصمة الأوكرانية كييف بأن الحرب تلوح في أفقها فالحياة تسير مثل المعتاد لكن سكانها لا يخفون خشيتهم من اجتياح روسيا لبلادهم وقد بدأت سلطات المدينة فعلا في تجهيز ألاف الملاجئ استعدادا لأي هجوم من روسيا يحبس الأوكرانيون أنفسهم الخطر الروسي وشيك ربما تندلع الحرب قبل أن تذوب الثلوج فتاريخهم منذ حرب نابوليون على روسيا متخم بمعارك عادة ما تستعر في عز البرد كما في الحرب العالمية الثانية وكثيرا ما حسم الثلج المعارك لصالح الروس فهم يجدون القتال على الجليد روسيا معتدية اقتطعت اقليمي دونتسك ولوغانسك دونباس والآن تهددنا بحرب لأننا قررنا انتماء مختلفا عنهم نخشى الحرب بالتأكيد لا نريد خوضها لكنهم يفرضونها علينا حزم كثير من سكان كييف حقائبهم ورحلوا إلى بلدات بعيدة يعتقدون أن الحرب إن اندلعت فستكون هناك أقل ضراوة وبأخف الأضرار أعتقد أنني سأختار القتال ضد روسيا إن اضطررت لذلك أجل إن كان الجيش في حاجة إلي فأنا مستعد للحرب للدفاع عن بلدي لم تكن هكذا العاصمة الأوكرانية في موسم الثلج يحج إليها السياح لكن الحشود العسكرية الروسية على الحدود وتحذيرات الدول الغربية بتجنب السفر إلى أوكرانيا خشية اجتياح الروسي أثرت فعلا على البلاد التي تجذب أكثر من أربعة ملايين نسائح سنويا روسيا تريد جرنا إلى حرب جديدة إنها تدفع مزيدا من أبنائنا إلى الموت والحقيقة أن كثير من الذين يقتلون في دومباس أوكرانيون من قوميات روسية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ سنتين ما زالت حرب دومباس التي فصلت شرق أوكرانيا عن باقي البلاد تحصد الأرواح تستمر المعركة في هذا الحوض الغني بالمصانع والمناجم بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا هكذا يبدو الحال لكنها في الواقع حرب مد نفوذ بين موسكو وواشنطن على جدران الكنائس تخلد أوكرانيا جنودها القتلى في حرب دومباس الطويلة ضد الانفصاليين في شرقها أكثر من أربعة عشر ألف قتيل والخوف أن تكون التكلفة أكبر إن دخلت في حرب مع جيش روسي يفوقها عدة وعتادا صابر أيوب العربي كييف للوقوف على كل هذه التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلين نبدأ مع صابر أيوب من كييف ومن موسكو محمد حسن ومن واشنطن عماد الرواجدة ومن باريس شوقي أمين أهلا بكم مراسلين جميعا وأبدأ معك من موسكو محمد حسن والحديث عن آخر التطورات اليوم فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي جمع بوتين مع ماكرون وما رشح عنه حيث لاحظ مراقبون اختلاف التفاصيل سواء من بيان الكريملين أو حتى بيان الإليزي عما جرى في هذا الاتصال نعم في الواقع تفضل محمد عذرا يبدو في أنه مشكلة سنعود لك محمد حسن أذهب إلى باريس ونعود لك ريثما يجهز اتصال معك مرة أخرى شوقي أمين يعني اتصال أهم جرى اليوم بين بوتين وماكرون الإليزي تحدث عن خفض التصعيد وتوافق على خفض التصعيد في حين سمعنا تكرار الحديث مرة أخرى من موسكو عن المطالب الأمنية التي لا يأخذها الغرب على محمل الجد كيف تنظر باريس إلى هذا اللقاء رولا كما ذكرت هذا الاتصال الهاتفي هو هام على أكثر من مستوى وأكثر من سعيد لكنه حتى الآن لم يتمخذ عنه المرجو والمرجو هو الدفع نحو خطوة عملاقة ربما للتخفيف من حدة التوتر على محوري موسكو واشطل لأن تهمنا اليوم أن باريس وألمانيا تحاولان قيادة القاطرة الأوروبية باتجاه التخفيه من هذا التوتر لأن أي حرب على أوكرانيا ستقحم الولايات المتحدة في حرب مباشرة مع موسكو وبتالي يقحم الاتحاد الأوروبي وهذا ما لا يتمناه الرئيس إيماليوال ماكرون علمنا من مصادرنا في الإليزي أن هناك بعض النقاط التي أوثرت كانت نقاط ساخنة ولكن كانت فيه نوع من التهذب الديبلوماسي بين القائدين ماكرون شدد من جهاته على ضرورة حفظ الأمن من الاتحاد الأوروبي وأن أيضا تأخذ من موسكو موقفا سارما حيالا ما الآن يقتلق عليه بطمول الحرب التي تدق ضد أوكرانيا الرئيس بوتين قال أن هذه خدعة تطبخ في الغرب وتطبخها الولايات المتحدة إنها خدعة سياسية ليست لنا النية في الضغط على أوكرانيا وبالتالي ربما الاستحوال عليها كما يقال إذن هناك قال هذه خدعة لن تنطلع العالم وبالتالي يجب العودة إلى اتفاق عنده 30 سنة أي اتفاق 1990 في اسطنبول الذي يقضي بأن لا يتجه الحلف الأطلسي إلى الشرق يعني ولا كما قالت الولايات المتحدة وقتئذ لا شبر واحد نحو الشرق إذن هناك حرص فرنسي أكيد قيل لنا بأن موسكو تعاهدت على السير بفتح كل القنوات الديبلوماسية ولكن قالت لأن على الولايات المتحدة الكف عن شيطانة روسيا وعن توجه هذه الاتهامات الكيدية لموسكو نعم لنرى كيف تفاعل هذا اللقاء معك من كييف صابر أيوب وكان هناك كلمة مطولة ومؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني اليوم لو تضعنا في صورة أبرز ما جاء فيه وأيضا كيف هو التفاعل عن اللقاء الفرنسي الروسي الرئيس الأوكراني بشكل عام مرتاح للدعم لحد الآن على الأقل الدعم المعنوي الذي تقدمه واشنطن خاصة وأن كما يقول وزير الخارجية الأوكراني وكذلك الرئيس الأوكراني أنه ما اطلع على الرد الأمريكي على الهواجس الروسية أو المطالب الروسية قبل أن تسلم إلى الجانب الروسي وهم مرتاحون من هذا الجانب من جانب أن الموقف الأمريكي الصلب والمتمسك بأن أوكرانيا هي من تقرر مصيرها المستقبلي إن كانت تريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتوفرت فيها شروط الانضمام إلى هذا الحلف الدفاعي أو الحلف العسكري من جانب آخر الرئيس الأوكراني وفي خطاب موجه للداخل على الخصوص ولشعبه على أنه لا دعي للذعر الذي تسببت فيه في الحقيقة تصريحات أو إجراءات قامت بها الولايات المتحدة وسفارات أجنبية أخرى من نصح رعاياها بعدم التوجه إلى أوكرانيا وكذلك تقليص دبلوماسيها غير الضروريين مع قاربهم وعائلتهم طمأن المواطنين الأوكرانيين لكن مع ذلك تبقى احتمالات أن تقوم أو تشن روسيا هجوما على أوكرانيا قائمة بدليل وجود عدة أسباب لذلك من بينها أن الرئيس الروسي اليوم اشتكى لماكرون معدم استجابة واشنطن للهواجس الأمنية الروسية أو بالأحرى للمطالب الأمنية الروسية كذلك استمرار الحشود العسكرية الروسية أيضا التصريحات الرئيس البيلاروسي حيث روسيا تجري مناورات عسكرية هناك كذلك استمرارا مناورات العسكرية هنا حتى بإشراف مستشارين من الجيش البريطاني لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام معدات عسكرية تقدمت بها بريطانيا في الأيام الأخيرة وهنا القصد أكثر من ألفي قطعة سلاح أو قطعة ساروخية مضادة للدبابات يتدرب عليها الآن الجيش الأوكراني كذلك مناورات أخرى بيئة المدفعية وبيئة الأسلحة يعني تحضيرات عسكرية وأيضا استعداد نعم تحضيرات عسكرية على قدم وساق تماما يعني هي تحضيرات عسكرية على قدم وساق تسير بالتوازي مع المسار الدبلوماسي الذي يتحدث عنه الجميع نعود إليك من موسكو محمد حسن وأرجو أن تكون المشكلة قد حلت محمد حسن كيف تعاطى الكريملين اليوم مع لقاء بوتين وماكرون وما صدر عنه وأيضا كل ما صدر الآن من تهديدات بعقوبات اقتصادية وتتعلق بوقف خط نوردستريم أيضا نعم فيما يخص الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين اليوم لا شك في أن الكريملين تلقاه بإيجابية وينظر إلى جميع المساعي الأوروبية بإيجابية والمساعي الدبلوماسية بشكل عام لطالما هذه المساعي تؤكد على تطبيق اتفاق مينسك ولا تحيد عنه هذا هو المطلب الروسي الرئيسي لا تريد موسكو أن تنظر في إعادة النظر أو إعادة صياغة اتفاقات مينسك وتؤكد على التمسك بصيغتها الأولى التي صيغت في 2015 ووقع عليها الرئيس الأوكراني بوروشينكو وبعدها الرئيس الأوكراني زيلنسكي وفي 2015 رفعت إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة وصدرت كقرار من مجلس الأمن لذلك تعتبر موسكو أن على أوكرانيا تطبيق قرار مجلس الأمن والتقيد باتفاق مينسك وفي هذا الاتفاق مينسك ترى أنه يجب تغيير تسلسل بنود اتفاق مينسك وفرنسا وألمانيا معها تحاولان إيجاد صيغة ترد الطرفين وتنقل هذا التوتر من الاتجاه العسكري باتجاه الحوار والدبلوماسية وكان اتصال الرئيس الفرنسي اليوم في هذا السياق بعد أن كان مندبي دول مجموعة النورماندي في باريس خبل أيام يبحثون هذا الموضوع وبعد أسبوعين سينتقلون إلى برلين أيضا للاستمرار في هذا الاتجاه أما فيما يخص التهديدات بالعقوبات الاقتصادية سواء في قطع أو عدم تشغيل أنبوب خط الغاز السيل الشمالي 2 الذي ينقل الغاز الروسي من روسيا إلى ألمانيا بشكل مباشر دون العبور عبر أوكرانيا أو أي دولة أخرى هذا الخط للتفجير بني ولكن ألمانيا لم تمنحه الرخصة وحتى الآن لم يعمل ولم يضخ الغاز فيه والتهديدات أن ألمانيا حينها ضمن إطار وثيقة أوروبا لأمن الطاقة لن تمنح هذا الخط أي رخصة وعليه لن يعمل سيبقى حديدا أمبوبا دون أن يشغل وطبعا هذا سيكون خسارة كبيرة اقتصادية لكل الاستثمارات التي ضخت فيه لذلك تنظر موسكو طبعا سلبيا تعتقد أن الأمور لن تصل إلى هذا الأمر لأنه حتى في أحلق أيام الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي دائما يزود أوروبا بالغاز وتنادي طبعا بفصل الأمرين ولكن فرنسا كانت واضحة بأنه في حال غزو روسيا لأوكرانيا سوف يقطع الغط أقتصادية مهمة جدا لموسكو وروسيا طبعا يستعملها الاتحاد الأوروبي وواشنطن تؤكد أنها لن تقوم بهذا الهجوم الواشيكي الذي يتحدث عنه الجميع لنرى وجهة النظر من واشنطن معك عماد الرواشد بوتين يقول بأن واشنطن تحاول شيطنة موسكو وتتحدث عن غزو روسي واشيك هي لا تنوي القيام به ولكن بالمقابل واشنطن إلى الآن على الرغم من كل التصعيد العسكري والتحضير العسكري لم تتحدث عن رد فعل عسكري إذا حدث أي غزو هي تتحدث عن إطار عقوبات اقتصادية نعم موضوع الرد العسكري من الطرف الأمريكي خارج النقاش لا أحد يتحدث فيه هنا بشكل جدي لا المسؤولين الأمريكيين يتحدثون في ذلك ولا الخبراء والمحللين أيضا يتحدثون بذلك لا أحد يدعو لأن ذلك مرشح للخروج عن السيطرة وتطور إلى لا ننسى أن الولايات المتحدة وروسيا قوتان نوويتان وبالتالي الدخول في صراع ومواجهة مباشرة عسكرية غير وارد رغم دعوات قليلة جدا سمعنا أحد المستشارين في إدارة باراك أوباما مستشارة سابقة تحدثت عن ضرورة التلويح بالرد العسكري وأن ذلك سيلجم الروس عن أخذ دول أخرى ربما بعد أن تمكنوا من جزيرة القرم الآن أوكرانيا ربما يطمع بوتين بدول أخرى في أوروبا الشرقية ويتكرر سيناريو الحرب العالمية الثانية حينما توسعت ألمانيا النازية في أوروبا البعض جادل بهذا الاتجاه لكن هذا الأمر غير مطروح على الساحة الأمريكية بشكل رسمي وغير مطروح في معظم مسائل الإعلام أو في مراكز الأبحاث الكل يتحدث عن عقوبات عن حصار للروس عن تعاون أكبر في مجال الطاقة البديلة لتحرير أوروبا من الاعتماد على الغاز الروسي الروس يقولون بأنهم لا ينون الدخول إلى أوكرانيا الأوكرانيين أنفسهم قبل يومين الرئيس الأوكراني تقريبا قلل من أهمية أو من خطورة ما يفعله الروس على مستوى الاجتياح العسكري الأمريكيون في المقابل يقولون حينما سئلت الناطقة باسم البيت الأبيض عن رد فعلها تجاه التقليل ربما من شأن الخطر في أوكرانيا قالت بأننا لا نعرف ماذا يدور في ذهن بوتين الأمريكيون مصرون على أن روسيا تريد الاجتياح رغم أن الروس يقولون بأنهم لا ينون ذلك وبناء عليه وضعت جميع الخطط سواء البحث عن مصادر طاقة بديلة لتزويد أوروبا في حال قطع الإمدادات دعوة المواطنين الأمريكيين لإخلاء أوكرانيا تجهيز حوالي 8500 جندي في حالة تقريبا احتياط إذا ما دعت الحاجة سيتم توجيههم إلى أوكرانيا ليس بغرض الرد العسكري ولكن بغرض كما قالت الإدارة الأمريكية المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين شكرا لك على هذه التفاصيل من واشنطن عماد الرواشد وموسكو محمد حسن ومن كييف صابر أيوب ومن باريس شوقي أمين